مرحبا حضراتكم في الفقرة الأولى الحوارية ومنوارنا زي ما كنا بالنوهة الأستاذ رامي راجب الناقض الرياضي صباح الفل وعندنا ملفات كتيرة وفيه برضو بعض الأمور اللي حنحاول نفهمها من حضرتك يعني حنترحها ونشوف فيه ايه يعني بيحصل بالذبت خصوصا المبارات المبارح يعني الناس زعلانة صباح الفل صباح الخير يا سيدان هواندي صباح الخير يا سيدس كريم سعيدا نكون موجود معاكو طبعا خلينا نقول يعني النادي الأهل السنة دي نقول موسم للنسيان يعني الأداء طبعا مش مرضي موسم للنسيان يعني الأداء طبعا غير ممكن على الفترة الأخيرة ديات يمكن فيه صعوبات كتيرة وجدت النادي الأهل في هذا الموسم ضغط مبارات بشكل غير طبيعي مشاركات النادي الأهل سواء في بطولة أفريقيا في الكاس مشاركات كتيرة جدا في كاس العلم للأندي ده أثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي وأثر بشكل سلبي على لعبة الأهل الدولية وبعد كده يعني كان قرار أنا كنت شايف في قرار مجلس الدارة النادي الأهل بقرار راحة اللعبة الدولية بعد إن كانت بقى في صعوبة في الحصول على بطولة الدولية ده كان قرار سليم جدا إن أنت تدي فرصة للمجموعة من الناشئين والشباب إن هم ممكن تعتمد عليهم خلال الفترة وإن كان اللعبة الشباب ده ممكن تكون مظلومة لما تجي تدي فرصة لعب شاب لابد إن يكون اللعبة الأساسية أو الدولية في مستوى عشان تقدر تساعده يعني اللعب الشاب ده محتاج دعم إن يكون عنده اللعب الخبرة والخبرات الكبيرة ويكون فايق فبيدوله خبرات كبيرة جدا وبيدوله ثقة غير طبيعية ولكن المشكلة للفترة يفاتت دي بعض العيبة الأهلي طبعا طبعا أنت عشان تعالج المشكلة لابد إن تحط إيدك على المشكلة نفسها يعني خلينا نقول بعض العيبة الأهلي الفترة يفاتت دي مش هما المستوى وده عادي بيحصل في كورة القدم كتير جدا بيجي لك فترة أو كبوة ولكن الفرقة الكبيرة المفروض إن الكبوة دي ما تستمرش بشكل كبير جدا هي الكبوة دي حصلت قبل كده أستاذ رابي يعني لأ أنا بتكلم يعني هل حضرتك غطيت حاجة زي كده حصلت مع الأهلي من فترة حصل قبل كده بتحصل من كل فترة وفترة النادي الأهلي بيتعرض عادي طبيعي فرقة كبيرة بسبب عدم تركيز بسبب سوق مستوى بسبب ضغط المقراط فطبيعي جدا ولكن المهم إن نرى دي الأهلي يرجع بسرعة وإن الفترة اللي جاء طبعا إن ما يخدش وقت طويل في العودة مرة حتى لو حصلت حبل كده ويمكن أكتر من مرة زي ما حداك بتأكد بس في كل مرة كانت بتحصل كنا بنشوف حد أدنى مرتفع بكتير عن اللي حاصل ده فيما يتعلق به الأداء أنت عندك أسماء كبيرة عندنا لعيبة تؤال المفروض إن الواحد منهم لو بيلعب بعشرة في المية بس من إمكانياته ومنطقته والتسعين في المية رايحين نتيجة تلاحم المباريات وتتالي البطولات وكل اللي إحنا بنتكلم عليه ده بس على الآن نشوف منه عشرة في المية إحنا في أسماء ما شفناش منها العشرة في الصحيح هو المشكلة اللي حصلت أو الكبوة استمرت فترة طويلة وكان ممكن تبقى الأمور أحسن من كده ولكن الاعتماد أنت بيبقى ما تعتمد على الناشئين بيبقى فيه حاجاتها تخسارها وحاجات ممكن تكتسبها تكتسب اللعيب ممكن بعد كده يبقى عندك خبرات كبيرة جدا ولكن اللعيب الصغير ده أنت ممكن برضو ما تعتمدش عليه أنه هي حق نتائق إيجابية محتاج الصبر عليه هذا في الظروف العادية لو الوضع مستقر وانت بتطاعم بالناشئين أو بالمتصع دعنينا نقول الفترة اللي فاتت دي اللعيبة كلها اللي خدت فرصة العيبة معظمهم يعني هتلاقي تلت أو اتنين اللعيبة اللي موجودة عندهم خبرات كبيرة في النادي الآلي والباقي كله هتلاقي مثلا لو شفت الإمبارع هتلاقي مثلا معظم اللعيبة اللي الدفع به ما عندهمش خبرات كبيرة جدا بس إثناء لاعب أو لعبين أو تلاتة فبطبيعي أن انت ممكن اللعب الناشئ أو الشاب ده اللي انت يعني ما بقاش ظهر بشكل كويس محتاج دعم خلال الفترة الجاية محتاج ياخد أكتر من فرصة وده طبيعي جدا أكيد انت مش هتعتمد عليه لك نتيجة دلوقتي صعب جدا أنه لاعب لسه بلعب في الأهل كمان مع هذا الكيان مع الضغط الجمهوري مع حاجات كتير جدا مع العارف أن كل مباراة بيبقى فيها متابعة في السوشيال ميديا بتأثر عليه بشكل سلبي فبالتالي اللعب الشاب ده كان محتاج دعم من اللعيبة الخبرة اللي هي طبعا الفترة الفاتت دي خارج مستوى طبعا مع إراحة عدد كبير جدا من اللعيبة مع الإصابات فده أثر بشكل سلبي وأعتقد ده زي ما بقلت في البداية هو موسم لنسيان والفرقة الكبيرة المفهوضة أنها بترجع بسرعة أعتقد الفترة الجاية النادي الأهلي ومجل سقدرة النادي الأهلي أكيد حط إيده على السلبيات الفترة يفاتت الجهاز الفني سواء كان موجود أو مش موجود المفهوض هيبقى فيه تدعمات كبيرة جدا وأعتقد النادي الأهلي هيعود ويقسع الجماهير والجماهير بتحمل ضغط كبير جدا وأعتقد اللعيبة الدولية واللعيبة اللي خدت راحة الفترة يفاتت دي ما ترجع ترجع طبعا بمستوى الترمي أو ما يقال عن السوارش هو أبقى له 7 أو 8 مباريات غير بالأمس حافظ على شباك النادي الأهلي أنه يبقى نظيف إلى حد المال لكن برضو ما أحرص الأهداف ما حققش المرجو على الأرض من أداء ده الحد دلوقتي ربما البعض أنه يبقى برضو متسرع في الحكم عليه ده ظلم والبعض الآخر بيشوف لا بالعكس هو ده التوقيت اللي لازم كنا نشوف حاجة على الأرض من السوارش أو من هذا المدير الفني فأنت بترجح أنهي وجهة نظرك في هذا الموضوع خلينا نقول الحكم عليه يعني هيبقى صعبة جدا الرجل تولى المهمة في فترة صعبة جدا 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 النادي الأهلي ما كانش بيقدم المستوى اللعيبة الخبرات اللي موجودة مع النادي الأهلي مش هي المستوى بتاعها اعتمدت عن ناشئين فترة فده بتحتاج وقت عشان تقدري تحكم على هذا المدارب ولكن كان من المفترض سوارش كمدير فني يبقى له بصمات في بعض المباراة هي دي الناس كانت طلبان يعني هيجي حتى لو أنت بعض المباراة في تغييرها في تشكيلة معينة في تفكيرك في إدارة المباراة دي الناس اللي كانت بصالة على أنت تعمل يبقى لك بصمة تدي أمل للجماهية ولكن طبعا يعني خلينا نقول أنا برضو أنا شايف أن المدارب ربما يكونوا تظلم الفترة اللي فاتت دي مخدش فرصة كاملة جيه في وقت صعب جدا النادي الأهلي كان بيمر بحالة فنية صعبة جدا 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 مع راحة اللعبة الدولية اللي كان يعني باعتمد عليهم كمحمد شناو مع صبت عمر السولاجة وحمد فتح والعبة كبيرة جدا وعلي معلول اللعبة دي كانت النادي الأهلي هي يعني كان مشاركين بشكل أساسي في أحراز البطولات خلال الفترة اللي فاتت دي مع الاعتماد على النشئين أعتقد أنه أثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهلي ولكن سوارش كان مطالب قدام جامهير النادي الأهلي أنه يعتمد نفسه كمدير فني فعلا يستحق اللي هو يستمر في النادي الأهلي للفترة اللي فاتت دي أحنا أكيد مش هنختلف على أن التوقيت والظروف والملابسات اللي ريكاردو سوارش جي فيها النادي الأهلي أكيد هي ظروف استثنائية وأكيد ده مش التوقيت الأمثل ولا الوضع الأمثل هو جي على وضع يمكن ممكن يتقال عليه وضع مهترق كمان إلى حد كبير ولكن نفس الكلام اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيه من شوية على لعيبة كبار اللي المفروض أيا كانت الظروف والملابسات اللي حواليهم يورون 10% من الأداء نفس الكلام إلى حد كبير المفروض يتقال كمان على المدير الفني أنه برغم دي 90% برضو حيروحه نتيجة التوقيت والظروف لكن على الأهل نشوف بصمة بعشرة في المية من إمكانياتك كمدير فني عندك حق هو بس المشكلة الوقت كان صعب واللعيبة خاصة لعيبة الدولية أستاذ كريم اتأثروا بشكل سلبي جدا من ضغط المباريات واللعيبة اللي كانت بتشارك دلوقتي ما كانتش بتعتمد على ما كانت مش موجودة بشكل أساسي مع موسماني فهي برضو نعتبرها أنهم بقالهم فترة ما بلعبوش بشكل أساسي مع الاعتماد على مجموع من ناشئين مع الاعتماد على لعيبة ما كانتش بتلعب أساسي الفترة اللي فاتت دي ده كله بيأثر بشكل سلبي على أداء النادي الأهل يعني النادي الأهل ما كانش مطالب بالفوس في كل مباراته رغم طبعا الظروف والنادي أهل مطالب طبعا بحصول على البطولات أي بطولة بيشارك فيها إنه هو بيحصل على المركز الأول ده طبيعي جدا إن اسم النادي الأهل اسم كبير قميص النادي القميص كبير طبيعي إن انت بتشارك في أي بطولة لن تحصل على هذه البطولة ولكن اللعيبة اللي تم الاعتماد عليها حتى اللعيبة الكبيرة ما كانتش بتشارك بشكل أساسي وتقدرش برضو مع اللعيبة الشباب اللي كانوا موجودين فالتوليفة دي ما تقدرش ما تنتظرش منها إنه ممكن يكون النتيجة إلى حد ما نديجة مرضية أو ترضي جمهير النادي الأهل السوارش قاعد فترة من حافظ على شباكه ولكن تحافظ على الشباك وتحرز أهداف يعني أنت مطالب برضو في نفس الوقت اللي أنت بتحافظ وتقدر تحرز أهدافه وتفوز في عدد من براء ولكن المعادلة دي ما حصلتش مع النادي الأهل في فترة أخيرة وبالتالي السوارش كان مطالب يكون له بصمة مع النادي الأهل ربما يمكن حتى هي جمهير الأهل بتزعل لهم بتزعل ممكن تتغلب بس هي الأداء هي النقطة اللي بنتكلم فيها ممكن تتغلب في مورا ولكن الجمهير شايفة اللي أنت قدمت كل ما بوصعك وروحت للمرمى المنافس أكتر من مرة وضيعت فرص الناس بعد كده هتبقى زعلانة من النتيجة ولكن هتصبر عليك في الأداء الفترة اللي فاتت دي الأداء مترجع بشكل كبير جدا السوارش أنا شايف أن تكله بعض الأخطاء الفترة اللي فاتت دي آه لو عزر في حاجات كتيرة جدا وزي ما قلت لحضرتك الوقت كان صعب اللي جي فيه ولكن كان المفترض أن يبقى له بصمة عشان تدي طمأنينة حتى للجمهير الأهلي ده في حالة استمراره الموسم القادم طيب خلينا برضو كده نتكلم ومنتج شفافية لما يعني نذكر حال النادي الأهلي ويعني مش هنوعد ندي أعذار إحنا مش إحنا يعني النادي أهل ده مش النادي الأهلي يعني لا أداء ولا فنيا ولا غيره لكن في ملف مهم ممكن البعض يشوفه مش من الأسباب والبعض الآخر يقول لك لا ده من الأسباب الأساسية هو ملف النفسي يعني بمعنى بنشوف الدوريات النختلفة بريميوم ليج وغيره لازم يكون فيه أخصائي نفسي مع أي فريق وفي أي رياضة مش بس كرة القدم عندنا هنا لسه هذه الثقافة في مصر مش مطبقة بشكل كبير أو مش مطبقة أصلا كانت مطبقة فترة وما استمرتش الثقافة بقى راجع عليها الناس شايفة نداشة رفاهية وغيره لكن واضح جدا أن مهمة قوي يبقى فيه أخصائي نفسي ومتخصص وبيعنده لغة الحوار مع اللعيبة لأننا لما بيبقى عندي إصابة وبرجع بحتاج أن حد الفترة دي عوضني عنها لما بخسر وبعدين عايز أرجع للمستوى لما بيبقى عندي إصابة لما بيبقى عندي دغوطات لما بيبقى عندي منتخب وحصل ظروف فيه كل ده بيؤثر بشكل كبير جدا ربما كمان هذا الملف بيؤثر على الأداء الفني لكن إحنا ما عندناش هذه الثقافة للأسف فمعليش هل ده عامل ولا هنقول لا مش عامل لا هو عامل طبعا بس مع اللعيبة الخبرات اللي عندها خبرات ممكن الخبرات بتاعتها الدولية والمشاركات ما عندها دي الآلة والضغط ربما ممكن تتخطي الصعوبة دي ممكن نقول لحضرتك حاجة لو الموضوع كان مش مهم ما كانش عندك كريستيانو وميسي والأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم بس مهم بس اللعيبة الخبرة بتبقى سهلة اللي تتعدى المرحلة دي مع أخصائي نفسي أسهل مش بالخبرة قوي على قد ما إحنا بشر في الأول في الأخير طبيعة نفسية بطبيعة بشرية أنا عندي ضغطات وعندي إصابات وغبت فترة وعايز أرجع يعني برضو أنا محتاج هذا الحوار الموجود لا مفيش أصلا اللعيبة ربما البعض منهم لا يقبل أنا أصدي بالأخصائي نفسي لو موجود مع اللعيبة عندها خبرات بسهولة هترجع يعني مش هتاخد وقت طويل يعني اللي بكلم فيه أنه ممكن مش هتاخد وقت طويل اللعيبة اللي عنده خبرة واللي لعب في ضغوط كتير جدا واللي عنده خبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي ومشات صعبة سواء خارجية أو داخلية وخاصة في أفريقيا فده ممكن بسهولة مع الأخصائي النفسي أنه رجع بسهولة ولكن اللعيب اللي ما عندهش خبرة ممكن ياخد وقت أكيد الأخصائي النفسي مهم أكيد الناس دي بتدرس قبل ما تعمل أي حال بتاخد أي خطوة بيبقى فيه درسات معينة همالإيه الحوار ليه ما عندناش طيب طالبنا بالموضوع ده خطير مشكلة كرة في الكرة المواصل إحنا بنتأخر في الخطوة بتاعت ليه ما كان عندنا أيام منوال لا ساعات ممكن المدرب الجديد خلي بالك المدير الفني الجديد اللي بيجي في النادي الأهلي أو المدرب بيبقى لوه عامر كبير جدا سواء محتاج ولا مش محتاج أعتقد النادي الأهلي أو أي أي نادة المدير الفني لو هحتاج أخصائي نفسي ما فيش حدة يتأخر عنه هو مفروض هو اللي بيطلب يعني أو هو اللي بيقوم بالدور بس أنا ما اعتقدش أن المدرب أو مدير الفني بيقوم بالدور ده حاليا زي مدير الفني ما بيجي يتعاقد مع ناد الأهلي أو المنتخب أيهم بيقول طالباته انا يحتاج معايا أربع مساعدين ويوجب اهم وما بتدريش تناقش في الحاجت دي أو تختلف معاه في الحاجت دي مايه في الأول في آخر هو اللي يبقى مسؤوله قدام الجامعية عن اختياراته. فبالتالي اعتقد لو طالب النادي الاهلي مش هتأخر او اي نادي اخر. فحنا نستأذر حضرتك خلينا نقف عند النقطة دي. نطلع فاصل ونرجع بعدها نكمل مع حضرتك. خليكم معنا. اهلا بيكم مرتان يا رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيفنا اللي منورنا في اولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. الاساس رامي راجب النقد الرياضي اللي اتكلمنا معا بشريء من التفصيل عن الوضع الراهن في النادي الاهلي. تعال بقى بعد اذن حضرتك نروح ولو بشكل مؤقت ننتقل لملف تاني. ملف الاستعانة بالخبرات الاجنبية عموما وانا بكلم حضرتك هنا على الاستعانة بفيتوريا للمنتخب الاول. والاستعانة بمدرب برازيلي للمنتخب الاولمفي. لاي درجة انت شايف ان دي كانت خطوة نجحة. وخصوصا فيما يتعلق بجلب مدرب اجنبي للمنتخب الاولمفي بصفة خاصة. يعني الفئة العمرية دي اللي في كتير من الاحيان بيحتاجه حد وطني. ها ديك شايف الحكاية دي ازاي. خلينا نقول الفترة يفاتي الانتحاد الكوري. ممكن بعد الازمات اللي اتعرض لها المنتخب الوطني مع كابتن اهاد جلال برضو. ممكن الظلم برضو. ان هو الرجل ما تولاش المهمة بفترة طويلة جدا. تم الاستقرار بشكل رسمي على الاستعانة بمدير فني اجنبي سواء للمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. وكمان كان فيه فكرة او قرار من اتحاد الكورة يتم الاستعانة كمان بمدير فني لاتحاد الكورة يكون اجنبي. ولكن اتحاد الكورة الفترة اخيرة دي ترجع عن هذا القرار. واستكفى بس بالمدير الفني للمنتخب الاول اجنبي والمدير الفني للمنتخب البرزي. خلينا نقول ريفو توريا من المداربين المميزين في اوروبا. حقا انتصارك كبير جدا. طبعا ومعندوش خبرة مع المنتخبات. كل السيرة الذاتية بتاعته فيه الفترة اللي فاتت دي مع اندية. ولكن حقا معها في الدور البرتغالي في الدور السعودي. حقا بطولات كتيرة جدا. واكيد هو مدرب كبير جدا جدا جدا. وعنده خبرات كبيرة جدا. ان شاء الله احنا متفقلين بخير انين الكورة المصرية لجوزء اخر ان شاء الله في الفترة اللي جاي. خلينا نقول ميكالي برضو ميكالي المدير الفني البرازيلي. واحد من المدربين. الاسماء الكبيرة جدا حقق الاولمبيات مع منتخب البرازيل في المرحلة هذه المرحلة السنية. وكان فيه قرار من فيتوريا مع كابتن حزم امام عضو مجلس الاتحاد الكورة ان ما فيش حد هيجي المنتخب الاولمبي الا بموافقته هو. هو قال المنتخب الاولمبي ده هيبقى القوامي الاساسي للمنتخب الاول في 2026. فلازم فيه انسجام ويكون سيرة ذاتية كبيرة. عشان احنا هيبقى فيه تعاون مشترك خلال الفطر. ده هيسلم لده. صحيح وطبعا انا بحقي اتحاد الكورة انه ادى فرصة صلاحية جدا لروي فيتوريا اربع سنوات. يعني خطة طولة الاجل. بنوع من الامان بقى. الراجل كمان يعني حس الفطر اللي فاتي. مش صعب كده. ان كيريوش عمل مشكلة مع اتحاد الكورة. وبعدها اياب جلال ما عادش على مباراتين. ثلاث مباراتين رسميتين في طولة التصفيات. مبارات كوريا الجنوبية. فبالتالي حس ان فيه. خلاص احنا نعمل مشروع طويل الاجل. مش هنعتمد على مباراة او مباراتين. الراجل جاي لخطة. من اول مجهة. يعني الحقيقة عمالية تواصل مع كل المدراء الفنيين للاندية المختلفة. صحيح الراجل عاوز عمال حاجة وشايف انه فعلا الكورة المصرية شايف عندنا مجموعة من المواد. مش فقال وزمالك بس في جامعة الاندية. لف ما طبعا مع المدربين. اتكلم معهم في كل حاجة تخص تدريباتهم وتدريباتهم صباحية. هو جاي ببرنامج. وهو قال انا جاي اطور هذه المنظومة. واتكلم عن شقة مهمة جدا. وهو قال انا فهمت طبيعة المشجع المصري. ومن حق المشجعين المصريين ان هم يسعدوا بمنتخبهم. وده اللي هيشتغل عليه. فده نقطة برضه كانت في غاية الهمية. هو في نيته كمان انه ممكن يعمل جولات للعيبة اللعيبة المصرية المحترفين بره. يبقى فيه فرصة ان هو يشوفهم بطبيعتهم. يشوفوا بشكلهم. وهو ده حاجة كويسة. يعني هو الراجل جاي فعلا عاوز يعمل حاجة مع القرى المصرية في الفتر اللي فاتت دي. وعنده طبعا اول معسكر ان شاء الله. المعسكر الشهر الجاي. هيخد فيه مباراتين وديتين. هيقى تلعب مع منتخبين افريقيين. الراجل طبعا قال انا مش عاوز ابدأ بمتشاط ودية كبيرة جدا. فيه نايجر دلوقتي وليبريا بشكل كبير تم الاسجار عليهم. وكانت السودان هو طبعا اتحاد القرى. شاف له الاتحادات اللي ممكن توافق على خوضه مباراتين. عرض عليها حوالي خمس منتخبات. اعتقد بشكل كبير جدا نايجر وليبريا. والرجل انا مش عاوز علعب منتخبات كبيرة. يبدأ تدريجي. عاوز يعني مش عاوز يبدأ مع خارج قوية. يعني تعرض عليه مثلا الجزائر يتعلق عليه منتخبات قوية. فلكن هو الراجل الفضل ان هو يكون المنتخبين مش منتخبين مصنفين. على اساس طبعا ان يدي فرصة حتى هو الراجل مش عاوز مش هيعتمد على اللعيبة اللي كانت معتمد عليها بشكل اساس الفطر الفاتد. طبعا محتاج خبرات في المنتخب. اللعيبة المحترفة هتبقى موجودة. اللعيبة اللعب بشكل كويس في الدول. واسه ان فيه فكرة تاخد في منهج معين. وهيدي فرصة اللعيبة الفطر اللي جاي. بس مش هتبدأ بشكل هتبقى بتدريجي برضو. مش هقدر ردي فرصة كل اللعيبة اللي هيشوفها. الفطر الفاتد هيبدأ بشكل تدريجي. فاعتقد ان ان شاء الله يعني احنا متفقلين بخير. هو اسم كبير طبعا. واول تحدي له كمدير فني منتخب. يعني في التوارل سيرتو ذاتيها ما دربشوا منتخبات. فعنده فكرة كبير جدا. طبعا مع المحترفين محمد صلاح وانيني. والمهم بس المحترفين لما يجوا يلعبوا مع المنتخب. نلاقي اداء مش هقول مماثل عمر. ما هنقول مماثل. لان هو نبقى بنتحك على نفسنا مع فرقهم. اكيد لا. بس نلاقي اداء يعني مختلف. اداء متميز الى حد ما. لان بنشوفه بس مش بنشوفه بشكل مستمر. ممكن نلاقيه في مباراة في اسيستف جول. لكن مش بطريقة مستمرة. نتمنى ان هو يلعب على النقطة دي. لان احنا عارفين طبعا اي محترف يعني زي صلاح وتريزيجي ونني وغيره. بيبقوا محتاجين برضو مساعدة على الملعب. فنتمنى ان هو يبقى فيه. ما يبقاش في بعض المسافات. زي ما يتقال في الأداء. بس خليني اروح مع حضرتك لنقطة مهمة. بما نحنا بنتكلم عن الكرة المصرية وتطوير هذه المنظومة. البعض. وحضرتك اكيد تبعت. من يعني السادة الزملاء. السادة متخصصين في هذا المجال. قال لك. او هم غير راضيين عن فكرة ان هو احنا اللي بنجيب أجانب. هو احنا اللي بنستعين بخبرة أجنبية. واحنا يعني مش كويسين. ما عندناش ناس. طبعا حضرتك سمعت. بلا ذكرى أسماء. طبعا يعني سواء في التحكيم أو في الإدارة الفنية أو غيره. في ناس معترضة للإعتراض. وفي ناس معترضة لوجهات نظر. وفي ناس بتقول لك. طب ما ندي فرصة. طب ما احنا عايزين نطور. والجماهيد بتطالب بدا. كل الناس بتطالب بدا. طب ما نجيب خبرة أجنبية تطور لنا. وبعدين تشوف خبرة محلية أو مصرية. بتشوف ده ازاي. بشوف ان اهم حاجة. الاسم المدير الفني اللي جاي لك دائم. هل هو اسم كبير في الوقف. يعني الكثيرة ذاتية كبيرة جدا. يقدر يحقق معك ولا لا. هنعرفها ازاي برضو أستاذ رامي. احنا كان كيراج كده. طب ما احنا جبنا كيراج وكان عنده هذا السيفيل اللي الناس قعدت تشكر فيه كتير. احنا وصلنا. يعني برضو خلي بالك. يعني احنا ما خدناش بطولة الأمم. ولكن وصلنا المباراة النهاية. ولعبنا مع منتخب كبير. يعني برضو ما خلينا الرجل كنوق. بس احنا وصلنا الحسن من كده بكتير بمحليين. يعني ما عليش الفترة اللي فاتت دي. ما كانش المستوى إلى حد ما. احنا رحين بطولة الأمم الأفريقية. ما كانش لو سألت أي حد من الجمهور في مصر. لا احنا هنخرج من. ممكن نخرج من الدورة السلتاشر كبير. صحي كده. حتى وخاصة مع المستوات في أول ماتشاط معي نيجيريا. وبدأنا بطولة الأمم. ما كناش المستوى. أم لا أنا كنت أعمالها غير مدير فني ليه. أعمل أجيب وأعمل صفقات. عشان نفسي لانا في الماينسات بتاعي ده ما يبقاش الحقيق. في الآخر. أنا له أخفقات وكان له سلبيات في الفترة اللي قاعد فيها. ولكن على المستوى المهني مع المنتخب مصر. لا أعتقد أنه نجح. احنا ما وصلناش كاس عالم. ولكن كنت بتقابل منتخب كبير جدا منتخب السنة الغالية. بس دمر نفسية أو بلاش دمر كنجوملة كبيرة بلاش نسحبها. أثر على نفسية العديد من اللعبة سلبا. ودي حقيقة. يعني خلينا نقول أنه كانت مشكلة تكيريش من المشاكل اللي قابل تكيريش. أنه كان بيستبعد نجوم كبيرة جدا. كان بتلعب. كان متقلقة مع النوات. بشكل غلافي. وده أثر بشكل سلبي على أداءهم بعد كده. وبعد مرافق. استقبال المدير الفني لفرق معينة. ولا سيما الأهلي لبعض اللعيبة. اللي حصل كده معهم. يعني اللي فعلا كان له تأثير غير طيب على حالتهم. مسلماني محمد شريف قول أسماء يعني عادي. طيب. دلوقتي عايزين نقف عند اللعيبة بقى شوية. يعني بعيدا بقى عن المدراء الفنيين المحليين الوطنيين أو الأجانب. إحنا ليه بقيت. ودي بقيت حاجة يعني ملفتة للنظر. في الفترة الأخيرة. طبيعي إن ما فيش لعب في الدنيا. بيفضل طول عمره بنفس المستوى. أكيد بيبقى فيه مساحة. لأن فيه ماتشي بقى أقل شوية من ماتشي. ماتشي أعلى من ماتشي. بيمشي الحال. لكن إحنا عندنا لعيبة بالمناسبة. منهم لعيبة محليين ومنهم البعض منهم كمان دولي. يعني الناس جايين من دوريات تانية بيلعبوا فرق مختلفة في الدوري المصري. ليه ساعات بتلاقي فيه لعيب فايق قوي في مجموعة ماتشات أو في مباراة معينة. فايق وعمل كل اللي عليه وزيادة وأبهر الحضور بإمكانياته وبلمساته وإلى آخر. والماتش اللي بعديه وجاء إنك تتفرج على العيب تاني خارس. ما عندوش ربع اللي كان بيوريه لك في الماتش اللي قابليه. ليه التزابزب اللي ساعات بيبقى واضح قوي والجاب اللي ساعات بيكون كبير قوي بين مستوى اللاعب نفسه في مباراة عن مباراة. ده بيكون نتيجة إيه؟ خلينا نقول أنا بننسبة لأنا اللعيب اللي أقدر على أقوله اللعيب فعلا مميز اللي بيبقى بيحافظ على مستوى فترة طويلة. يعني عشان أقول لا فعلا اللعيب جيد ومفيد لنا دي. اللاعب اللي مش بلعب مباراة وثلاث مباراة أو خمس مباراة لا. ده لعيب مش هتقدر تعتمد عليه حسنا في الماتشات الكبيرة. اللعيب ده بيبقى مركز في مباراة. المباراة التانية مقاش مركز أو أخذ الأمور بشكل جدي. فبالتالي هتلاقي نفس اللعيب ده اللي بيقدم واستوى ترقع في مباراة. بما بيظهرش بشكل كويس جدا في الفترة. في الفترة في الفترات كترة من المباراة هو المبدأ الأساسي عنه. ماذا كلها ثقافة لاعب. تدريباته. هل هو كان نايم بدري في اليوم ده قبلها قبل المباراة ولا لا. في حاجة كتير. يعني الموضوع مش موضوع. بس أنه لعيب عنده مهارة. فبيظهر بشكل كويس في المباراة. لا. في مشاكل. ودي الثقافة لللاعب المصر. هل أنت بتقدر تحافظ ولا لا. محمد صلاح مواصل للعالمية. هل هو فعلا كان أحرف لعب في مصر. كان فيه لعبة طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا في شهاد يختلف عليه. ولكن اللي ساعده أنه هو يبقى من أفضل ثلاث لعبة في العالم. وبينافس. استقافة بتاعته. طريقة تفكيره. أخطوصا هو أول محترف. ما كانش موفق زي ده بات. واشتغل على نفسه. وشاف ايه أخطاء. والرجل اشتغل على نفسه. وثقافته ايه. وبنم ازاي. وباقل ازاي. وإيه لأكل المملوء عليه. حتى اللغة على فكرة بتفرق مع المحترف. يعني لما بيروح لي احترف بره. ما بيتعلمش اللغة. بيؤثر عليه بشكل كبير جدا. شفنا أسماء كتير احترفت. ولم تستمر. هدف قدامه. واشتغل عليه. واشتغل عليه كواس جدا جدا جدا. وركز عليه. فبالتالي ربنا قرمه. وصل لمرحلة. احنا ما قلناش كلنا. عمرنا توقع. ان محمد صلاح. يبقى واحد من أفضل ثلاث لعبة في العالم. فدي الثقافة. فلعبة عندنا في مصر هنا. مركز في المباراة. ومش مركز في التانية. نا ينبدي. لا مش نا ينبدي. عنده مشاكل زي ما حضرتكم تقول. ممكن شكل نفسي أثرت عليه في هذه المباراة. ممكن ضغط عليه في مباراة كثيرة جدا. مش ظهر بالش المطلوب. في لعبة كثيرة في مصر هنا. ربق وارد. يبقى عم تشتكي من ألام في رجلها. ما بتقولش المدرب. خايفة على مركزها. انها لو ما لعبتش المباراة دي. ان اللعيب البديل ياخد فرصته. فهدي كلها بتقصر. ولكن اللعيب اللي بلعب في الأهل أو في الأنديا الكبيرة دي. المفروض كل المباراة. أنا عشان أحكم على لعب. يعني أحكم على محمد الشناوي. محمد شناوي جاء له فترة. مش هو محمد شناوي. ولكن كمجمل. محمد شناوي. هيبقى يفضل واحد من أفضل حراسة الموجودين في مصر. في أفريقيا. خلينا نقول. يعني محمد عبد منعم. في لعبة علي معلول. رغم طبعا. طب. أداء محمد شناوي. تفسروا بإيه. إن هو تأثر. يعني اللعب المرمى برضو. ظروفه بتبقى مختلفة عن اللعيبة. يعني التأثير ما بيبقاش بنفس المستوى. ليه بتحط. يعني من نوجة نظرك. محمد شناوي من أكتر اللعيبة. لو حسبنا في خمس أو ست لعيبة في الأهل. من أكتر اللعيبة اللي لعبت نشاط في الفترة اللي فاتت دين. طبيعيا لازم الإنسان يأخذ روحه. طبيعيا أن يفصل. محمد صلاح في مطشة في أسيوبيا. ومطشة كوريا الجنوبية. وكان فيه تواصل ما بينه. وما بين اتحاد الكورا. وليفربول. أنه لازم يحصل على روحه قبل الموسم الجديد. فمحمد شناوي. ومن اللعيبة اللي هم. خدوا مطشات كتير. كم مطشات. وبيلعب أساسي في الناد الآل. يعني كل اعتماد الفترة اللي فاتت دين. ما كانش فيه حارس بيعتمد عليه. موسيماني. أو مع المنتخب. إلا كان بيبقى الأساس هو محمد الشناوي. فالراجل كان عاوز فترة روحه. واعتقد معاودة محمد الشناوي. الفترة اللي جاء دي. هيظهر بنافس المستوى اللي كان ظهر به. فعشان كده أنا ما بيجي. وأقول ده لعيب مميز أو لعيب كبير. بحكم عليه في مجموع من برات. فيه لعيبة كتير من كسوني في الناد الآل. في بعض المطشات بيظهر بها بشكل كويس. والبعض. عادة كبيرة من مطشات. ما بيظهرش بنفس المستوى. فبالتالي. فاليو ديانج نفسه ك بس. بس. South person. مشكلة برضه ما بيبقى فائق أو ما بيغيب بيغيب خالص. ودي مشكلة. بس. ولقيه للملمرات دي. لا لا. بليو ديانج تقيل. لا لاعب تقيل عندنا. لا هو العيب تقيل. لانا ما فيش حد يختلف على إمكانياته. العيب تقيل جدا من أفضل اللعيبة في مركزها في الدور المصري. العيب كبير جدا 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 جدا. لما يكون فائد يعمل فائد كثيري في المصري. لا لا كثير في النادي الآله. ولكن دايما اللعيبة اللي بتلعب في الأندية الجمهورية الكبيرة. مطالبة كل المشاط بتقدم نفس المستوى. يعني أنا ممكن تجي تقول لي مثلا ده بيعتمد ده لعيب كويس ولا ده. أه ما هو لعيب كويس. بس بيديك كم في المياه في المجارة. هي ده اللعيب اللي نقدر نحكم عليه. يا رب يا رب خير والله. من كده توماتش. إن شاء الله خير. نتمنى العودة مرة تانية للأهلي. للمجد الأهلي نحن نعرفه إن شاء الله يعود مرة تانية للأهلي اللي نحن نعرفه. اللي دايما بيسعينا هو على فكرة. إحنا كده كده في ظهر الأهلي سواء مكسب أخسارة لأن فيما لا يمكن حنحب كيان بس وهو فايز وهو وقف على رجليه وهو ناجح. لكن إحنا نفسنا نعود للأهلي برضو اللي احنا نعرفه. نورتاني أستاذ رامي بجد كانت قراءة رائعة. شكرا لك. شكرا لك على وجود حضرتك معنا وإن شاء الله ننتخي مع حضرتك على خير الأيام اللي جاية بإذن الله. هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونرجع عشان نستقبل للأستاذة الدكتورة ريهام الحياوي وموضوع يهم كثير جدا منكم وخصوصا في فاصل الصيد خليكم معنا.